مرحبا برج القوس اهلا فيكم برج القوس انت مقبل على مرحلة راح تتحقق لك فيها امنية عاطفية ولكن دائما بالانجليز يقولون احذر مما تتمنى لان احس ان يمكن الوقت القادم اللي راح تتحقق فيها الامنية وتلتقي بالشخص اللي تتمنى راح يمكن انت ايضا تكون مشغول او صير الموضوع على استعجال حتى قبل ان ما يمديك انك تجهز نفسك هذا الشخص ما هي مواصفاته حروف اسمه فيها الراء او الفاء او الياء او ممكن مع بعض موجودين عندنا حروف الراء والفاء والياء عندنا حروف الراء والفاء والياء عندنا برجة على الاغلب هذا الشخص برجة عقرب او دلو او ميزان هذه الابرات كلها موجودة امامي وده راح يكون وقت الالتقاء بينكم وبين برج القوس عندنا رقم سبعة على الاستجرام اذا تذكرون في القراءات السابقة رقم سبعة كان يتكرر عندي شخصيا مخصوصا لما انظر بالصدفة اوكي ما لازم تكون انت تبحث عن الرقم الرقم يظهر امامك فجأة في الاستجرام راح اسوي فيديو خاص بما معنى ان احنا نشوف رقم سبعة في كل مكان او نشوفه يتردد ولكن هذا الكارت يقول انت قريب على تحقيق امنيتك التواريخ اللي فيها رقم سبعة نزين نهاية الاسبوع وايضا شهر سبعة كلها هذه احتمالات كبيرة يصير فيها اللقاء ولكن خلق احطيكم معلومات اكثر في وقت اللقاء فيه صاير فيه اشخاص تقريبا نص المجتمع فيه اجازة بسبب يمكن تعطينا المدارس ونص المجتمع قاعد يعمل الاشخاص صايرين ما بين قطلة ما بين عمل نزين احتمال كبير يكون اثناء الدراسة الصيفية لانه في الدراسة الصيفية انطبق عليها هذا الشروط ان الاشخاص اللي يقومون بالدراسة الصيفية يكونون اغلب الطلبة الاخرين في اجازة وانما قاعدين يقومون فيها من اجل تحسين الدرجات من اجل تحصيل المجموع من اجل ان ينتهون من الدراسة بشكل مبكر كل هذه الاسباب ولكن في وقت الالتقاء عندنا تعطيل كبير وعكسه ايضا في اشخاص كثير قاعدين يعملون هذا هو وقت اللقاء خلنشوف مكان اللقاء من رح يكون انت بالذات مكان لقائكم رح يكون مكان ما بقول رسمي وانما مكان الواحد بالعادة ما يتوقع فيه ان رح يلتقي بهذا الشخص ليش؟ لان هذا المكان فيه كتب وفي الكثير من متجات الاخشاب شنو يعني؟ شنو مثلا رح يكون الكتب نتكلم عن احتمال جامعة او جامع او مكتبة حتى مكتبة فيها كتب نستطيع ان ندخل داخلها نقرأ كتب نستعير كتب كشك يبيع الكتب هذا كله رح تنطبغ عليه الطاقة اني قاعدة اشوف كتب واشم حتى رائحة بعض الكتب تكون قديمة الاحتمال الثاني انه مكان فيه ايضا خشب وهذا ايضا ينطبغ عليه ترى المكتبات او المساجد دائما الاثاث اللي يوضع فيه اغراض الصلاة او عدة الصلاة دائما يكون مصنوع من الخشب هذا ايضا ممكن يكون مكتب مكتب لان فيه شيء في هذا المكان فيه الكثير من الخشب والكتب ننزل؟ هذا هو مكان اللقاء اللي احب ان اوكم عليه برج القوس انت راح تكونوا موجودين في هذا المكان وهذا الشخص لما اول ما تقع عينه عليكم راح يكون قاعد شوفه كأنما نازل على الارض وقاعد يعدل رباط حذاءه قاعد يلبس حذاءه او يعدل فيه او يحرص ان حذاءه في شيء في حذاءه قاعد يعدله ففيكون نازل على الارض نازل على الارض ويميل ويده على حذاءه قاعد يضبطه اوكي هذا بتكون علامات اللقاء خلا نشوف مواصفات شكله لحين هذا شخص عكس هذا شخص تقع عليه الكثير من توقعات العائلة يعني تشوف شكله من بعيد افدا ما تتوقع ان هذا اهلا بهذا الوضع لان اشوف اهلا مرتاحين ماديا ولكن لما تشوف شكله ما راح تتوقع لان شكله متواضع شكله بسيط ولكن اهلا لو عرفت اسم اهلا لو عرفت حياته اكثر بتفصيل راح تكتشف انه بالعكس شكله دائما جدا مختلف عن عن اللي راح تتوقعه من شخص بهذا المستوى لماذا اقولك بهذا المستوى لانه هو على هو واسرة على مستوى من العلم اوكي على مستوى من العلم وعلى مستوى من التقدم في الحياة هذين اشخاص يأتي من اسرة معانا هنا لازم اتكلم من شكله بس لازم اذكر لك شكله اسرته عشان تفهم قصدي لماذا اقصد ان شكله لا يعكس انه هو يأتي من اسرة جدا مهمة او على الاقل جدا اكاديميين جدا يعملون في التعليم يعملون في السلك الدبلوماسي فهني اهو شكله جدا عكس الاسرة اللي يأتي منها شكله جدا بسيط جدا طبيعي متواضح طوله رح يكون قريب من طولك برج القوس اذا انت كنت قصير هذا الشخص رح يكون طوله قريب من طولك اذا كنت متوسط رح يكون ايضا مثلك اذا كنت طويله وتميل الى الطول رح يكون طوله تقريبا مثلك جدا جدا مقارب لك يفرق بينك وبينه سانتي سانتيين فقط تميل بشرته الى انها تكون فاتحة حمطية ملامحة ناعمة هادئة وقت اللقاء رح يكون يلبس حزام يلبس حزام والحزام يمشي مع لون القميص اذا القميص اسود رح يكون الحزام اسود اذا القميص بني الحزام رح يكون بني لانا فيه تناسق عنده في زيه زيه بسيط يعني مو مبالغ في مو من الاشخاص اللي كثير يهتمون بالمظاهر نزيل وفيه شي قاعد وقت اللقاء ايضا فيه شي اذا وقف بتلاحظ ان فيه شي قاعد يتدلى من جيبة ممكن يكون علاقة مفاتيح او المفاتيح نفسها فيه شي يخرج من جيبة هذا ستايل ترى هذا ليس علامة على عدم الاهتمام الكثير من الحين الذوق العام او الاشخاص الشبابيين تشوف ان طريقة وضع للمفتاح بان يكون الميدالية اللي في المفتاح تخرج من الجيب هذا بيكون ايضا من علاماته رموشة ايضا هذا الشخص كثيفة رموشة واحتمال ايضا شعر رأسه كثيف كثيف اسود غليظ كل هاي الاشياء رح تنطبق عليه وهذا هو مختصر شكله اوكي يعني مثلا لما يقولون لك هذا والد فلان فلان شخص معروف ولكن لما تنظر الى ابنه رح تشوفه جدا شكله طبيعي متواضع كأن اي شخص تاني يمشي في الشارع ما في شيء فيه غرور او ما في شيء حتى مميز جدا في شكله ما عدا انه مرتب وشكل جدا حيادي في اللبس خلنا ننتقل الى اطباعة هذا شخص جدا متواضع ما يحب اي شيء فيه غرور وما يحب اي شيء او اي افكار او تعليقات معناتها او ترمز الى العنصرية هذا عكس هذا شخص هادئ خجول شوية خصوصا في البداية ياخذ وقت عشان يرتاح معاك في الكلام يحب ان يسأل عنده غلطة في حرف معين على الاغلب حرف الراء ما يلفظ حرف الراء بشكل صحيح هنزين حليم ولكن التقشر الحليم اذا غضب يعني هذا شخص جدا صبور هادئ ولكن وقت اللي يرفض او وقت اللي ياخذ موقف التقشره انت سحب تنازل عن موقفك لانه هذي من اطباعة هنزين يحب الاغراب يحب الاجانب يحب الاشخاص اللي يكونون مثلا قاعدين ينطفون الشارع الاشخاص هذلين اللي وضعهم متواضع يحبهم ويحب يتكلم معاهم ويعاملهم ايضا بود هنزين هذا شخص يقع عليه الكثير من الثقل خصوصا من اهله من اجل ان يحقق تفوق علمي او ديني او اكاديمي هنزين على الاغلب هذا هو الابن البكر لهم لهذه الاسرة من عائلة مرموقة ولكن لهاي الاسرة اللي امه وابوه هو توقع البكر او ممكن يكون اخر العنقود لان في طاقة اهتمام كبيرة من الوالدين تجاه هنزين يكره التصنع يكره المظاهر يكره حتى الاشخاص اللي يحكمون على المظاهر يعني تعرفون ساعات نمر بمواقف يقولون شوفوا فلان شنو لابس شوفوا فلان شنو ياكل عنده اموال كثيرة لكن شوفوا شن يأكل شوفوا شن يشتري هذا شخص ابدا ما يحب هاي الطاقة ما يحب طاقة التفرقة طاقة اننا نحكم على الاخرين اي طاقة سلبية فيها هاي النوع ما يحبها مدلل داخل البيت ولكن خارج البيت هو انسان جدا بسيط جدا بسيط هذا ايضا شخص يجيد اكثر من لغة يمكن ثلاث لغات او اكثر خلينا نشوف ماذا سيقدم لك قبل الزواج عندك فرصة برج القوس مع هذا الشخص انه تنجب له ذرية فمع الوقت رح يكونون ذرية لابنائكم رح يكونون هم ورثة هذا الوضع الاجتماعي المرموق رح يكونون هم ورثة هذه الاسرة وضعهم مرموق جدا ازين اشخاص يمكن عملوا في السلك الدبلوماسي فلذلك ولكن في بداية الزواج في بداية ارتباطكم اهلا رح يكونون تقريبا تعرفوا لي كأنه ببروتوكول اهلا رح يكونون مخططين كل شيء من اجله ومن اجلك وبداية الارتباط اذا تحب انك تدخل حياته ضروري انه تكون فاهم انه اصلا كل شيء رح يكون مكتوب لكم كل تحركاتكم كل خططكم مع الشريك رح تكون مخططة من قبل الاهل من قبل اهله خصوصا في بداية الارتباط ما رح يكون عندكم مجال كبير للحرية و لازم تمشون على كلام اهله في امور كثيرة و لازم حتى تتجنبون صدام مع الاهل هذا هو ثمن ان بعد كذا سنة رح تنالون استقلال مع الابناء و لما يكبرون ابناءكم تنالون استقلال اكبر بعد ان ابناءكم اهم يصبحون الورثة لهذه العائلة ماذا سيقدم لك قبل الزواج هذا شخص رح تتزوجون واحد منكم لحد الان يدرس وهو ايضا يدرس احتمال كبير عنده طاقة ان يواصل الدراسات العلية او انه يظل يدرس في حتى دولة اخرى اثناء علاقتكم اثناء زواجكم عندكم خيار تذهبون معاه تتقلون معاه الى احتمال دولة اخرى مدينة اخرى من اجل دراساته او تبقون معاه تبقون حتى معاه اهله حتى لو هو كان رح يدرس في مدينة اخرى عرفته فيه طاقة هني تملك شوي عنده اهله انزين ام هو رح يحرص انه في قبل الزواج انه يسألك الكثير من الامور يعني هذا انسان حتى لو مالك عاطفيا رح يحرص من اسئلته رح يكون جدا واضحة ومباشرة ان انت هل مستعد تتفهم وضعي او تفهم الضغط الهائل الثقلي اللي عليه موجود عليها برج القص انزين فيهني ايضا قبل الزواج رح يتم تلبية اغلب احتياجاتك وضلباتك منها المهر منها العفش منها مو العفش العفش رح يبكى انه ما حتى يتم اختياره من قبل اهله وانما الاساسيات مثل المهر مثل الذهب مثل هذه الامور دائما رح تكون حس مجهزة من قبل حتى اهله لا تنسوا ان هذا الشخص يمكن لحد الان لا يعمل واهل وضعهم جيد ويريدون ان يزوجونه فيتكفرهم بمصاريف الزواج مقابل ذلك يخلونا يدرسه زيادة لانه مخططين لمستقبل كبير هنزين هذا ايضا طاقة الاحتمال الكبير ان يوفر لك عربية لانهني فيه شيء خاص بسبل المواصلات مو بس الاتصالات حتى المواصلات فيوفر لك سيارة او عربية قبل حتى الارتباط اذا هو واهله شفوا انه انت بحاجة الى هذا الشيء خصوصا اذا كنت رح تطلب هذا الشيء من اجل دراسه مو من اجل اريد سيارة عشان ازور اصدقائي او اهلي لا اريد سيارة عشان اذهب الى الجامعة فمع هاي الاشخاص رح تقدر فعلا تحصل على مفتغاتك اذا عرفت ترقص على اي نغمة في نغمة معاهم ابدا ما رح تأتي لك بنتيجة ولا حتى معاهم شي يريد ولكن نغمة اخرى رح تأتي لك بالكثير من النتائج انزين هذه الامور اللي رح يقدمها لك قبل الزواج خلنا نشوف اسرته قلت لكم انا من شوي البكر او اخر العنقود اول فرحتهم او اخر فرحتهم انزين عدد افراد اسرتهم مو كبير ممكن ثلاثة ممكن اربعة انزين اسرة جدة مثقفة لها تاريخ طويل بالاشخاص الناجحين بالمهندسين الناجحين الشعراء ناجحين ملحنين ناجحين اكاديميين ناجحين بروفسورات في الجامعة هذه طاقة اهله فعشان شدي اتمنى ان اكتفهم برج القوس الثقل اللي راح يكون عليكم في اول سنين الارتباط والزواج عليكم وعليه انزين اسرته قلت لكم تهتم بالتحصيل العلمي كثير والتفوق الدراسي مو كفاية فقط تحصيل علمي انزين ويوفروا لكم سبل الراحة كل رغباتكم وطلباتكم ووفروها مقابل ان انت تعطوهم اداء مقابل ان انت ما تعيقى ايضا الشريك عن الدرب اللي هو ما راسمين له مانزين احتمال ان حتى بعد ارتباطكم اول فترة الزواج وفي فترة الخطوبة يطلبون مننا او يقترحون علينا هو يذهب للدراسة في يكمل دراسته في جامعة اكبر او في دولة اخرى يذهب مثلا للدراسة في بريطانيا على الاقل لمدة سنة على الاقل احصلوا على الماجستير لمدة سنة اوكي لان فيه هنا دخول وخروج مفاجئ او فيه طاقة انه توكم تزوجته محتاجين ان تنتقلون بسرعة سواء راح تنتقل مع الشريك او راح تظل تنتظره في دولتك نزيل قلت لكم على الاغلب هذلين اشخاص يعملون في وظائف اما تعليمية اما دبلوماسية او او مناصب عليا في الوزارات نزيل خلا نشوف وين راح تعيشوا مع بعض حتى في مسكنكم راح يكون فيه دخول وخروج مفاجئ او دخول وانتقال مفاجئ لانه هنا راح يكون عندكم مسكنين في البداية واثنين هم هذين المسكنين مو ملك لكم احتمال ملك لأهله مدفوعين من قبل أهله واحتمال احد المسكنين بيكون في مسقط رأسكم في المدينة اللي تعيشوا فيها ولكن اشوفه كأنه ما مسكن منفصل عن اهله مستقل عن اهله اوكي والمسكنة الثانية راح يكون ايضا في الدولة اللي الشريك راح يروح يعمل فيها او راح يرسلونا من اجل ان يدرسوا فيها يعني في بداية الزواج راح تكونون ما بين مسكنين مستقلين في المسكن نعم ولكن كل الوضع كل اموركم صار فيه تحت جناح اهله لحد ما تنالون استقلال خلا نشوف الحين ماذا سيحفيك الشريك سيحفيك الشريك ان انت انسان جدا ايجابي ودائما تدعمه وتشجعه وتتفهم حتى وضعه زين هذا الشخص اذا وقفت معاه في الفترة في فترة ما قبل ان يحصل على وظيفة احلامه وما قبل ما يحصل على الدرجة العلمية اللي يسعى عليها راح يكون جدا يذكرك ويقدرك بعد ما يحصل عليها راح يكون يضعك اولوية بعد ما يحصل عليها لان راح يذكر لك معروفك وجميلك صح قلت لكم مقابل اول فترة راح يكون راح يكون مطلوب منكم الكثير من التنازل والمرونة وان ان انتوا ترتبوا وضعكم على اساس وضعه ولكن على المدى الطويل هذا شخص راح يذكر راح يذكر جمالك ومع الوقت يضاعف لك المردود بجمالك يعني مثلا ووقفت معه ستة شهر او سنة يضلطون العمر يذكر لك هذا الجميل شخص جدا مخلص شخص جدا حتى مع الوقت تشوفه دائما يفتخر فيك ودائما يحرص ان انتوا صاحبة في نجاحاته ياخذك على الاماكن مثلا اللي ياخذك معاه وحب ان انتوا شاركه نجاحه نجاحه يصير نجاحكم انتوا الاثنين خلا نسحب الحين كبت نشوف هل راح يكون هذا الشخص من مدينتك او مدينة اخرى من دولتك او من دولة اخرى من نفس منطقتكم من نفس منطقتكم مو بعيد عنكم هذين الاشخاص انزين وحده مال كبير انهم يكونون كانوا جيران او جيران لاحد مهم انتوا على صلة فيه ممكن يكون احد من اعمامكم احد من الاهل يسكنون في منطقة كأنما مرتفعة عنكم اما مرتفعة عنكم او الحي نفسه ارقى من حيكم فيه فرق ما بين الحي اللي هم يسكنون فيه والحي اللي انتوا تسكنون فيه وان كان في نفس المنطقة وان كان في نفس الدولة وان كان في نفس المدينة نفس الحدود نفس السياج بس شفتوا مثلا مدن معينة ماذا لو نراونكم من بعيد انه مدينة واحدة بس فيها حي هذا الحي اللي يسكنون الاشخاص اللي يدخلهم متوسط والحي الاخر شوفون كل المباني كبيرة المباني متطورة المباني جديدة ارقى وهم يسكنون في الحي الاعلى الارقى او اللي اعلى فوق تل ايضا عزائي برج القوس